حاليا مجالنا بيواجه ظروف صعبة او ظروف في البلد بس هو نقول استثماري البكرة مش هيدرك لو تعلمته هيفيدك اكتر ده مجال طراصنا ودي كانت حياتنا اليومية من زمان طراصنا بدء كده هو قافي دعم كتير الايام ديت بس هو اكتر مصري اكتر من السياحي كمان بيعد عليك يعرف تاريخ بلد ويعرف المنتجات دي بتتكلم عن ايه بس دي من ايام الفرعنة بقى دلوقتي الموضوع مين عايز يعرف المنتجات ديت مين عايز يعرف اللي دي هند مات حدش مهتم بس هو الدنيا بدء تتحسن شوية بقى فيه اكتبال للمعارض زي معرض طراصنا ومعرض ديارنا في معرض شهرية الايغاب السياحي حاليا في تطور بعد كورنا بس مزي الاول بس زمان كان بيشتروا مثلا تلات اربع قطع حاليا باللي عارف يا ممكن نشتري قطع مش عشان هو سعر وغالي عاديش بقى اعرف اهمية وقيمة المنتجات الادوية الخمات على المنتجات الغليت واسعار مهولة ارض الواحد عايز يوزن ما بين يطلع احسن جودة باحسن سعر المواد الاولية مسلا غلط علينا سبعين في المائة اثر كتير على السعب المعرض كويس عشان مدي الاهتمام كله للمنتجات الادوية فيه اكبال بقى حتى لو محدش اشترى بس بقى اخدوا معلومة لسه فيه الناس بتاع المؤسسات حرافية بنشاركة مبادرة اطلع للنور منتجات طبيعية للبشرة منتجات من الطبيعة كلها المتخصصين في علاج جميع انواع المتاكل البشرة بدينا محلات في شورم الشيخ احنا اصلا من بعد الكرونا ابتدينا نتاجه للسوق المحلي فبدأنا ان احنا نعمل منتجات في تونيسة بالسوق المصري فبدأنا ان احنا نعمل مكس ما بين الزيوت والاعشاب نحولها لمنتج شاركنا بالمعرض لان احنا مؤمنين ان احنا عندنا هدف احنا نكون براند مش بس محلي لا احنا كمان محتاجين نوصل للعالمية فالمبادرة بتقدم لنا الدعم ده فعشان كده احنا النهاردة حبينا نطلع للنور اكتر ونقف اول بزار للمبادرة مع الازمات الاقتصادية وطبعا اسعار المنتجات او المواد الخام بقت مرتفعة واغلبها المنتجات المستوردة ما بقتش موجودة في السوق بس يعني نحاول ان احنا نطور من نفسنا وانحنا نتغلب الصعبات اسعار الخامات تقريبا ومتبقى كل يوم بساعي للأسف مكسبي ما بيبقاش موجود وبيخلي كمان العميل مش سابت معي انه ممكن يطلب الحاجة النهاردة بسعر وبعدها لما تخلص يطلبها الى سعرها بقى مضعف ما بيبقاش متقبل ده بخسر عميل جمع البنزين والسولار ده لي كل المنتجات او المواد الخام اللي احنا بنجيبها هي زايرة الشحن كمان زيت ده كله بيقصر هي مش نسبة ثابتة هي حسب ما السوق بيزيد احنا كمان بيزيد عليها بتبقى ظروف خارج عن ارادة تمسحنا بنحاول نستمر على قد ما بنقدر